هذا الفيديو يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بنبتة الأزولة شاهده للنهاية ولا تنسى عمل قلب واشتراك فالحساب نبات سريع النمو ويحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف اللازمة للتسمين وإنتاج الحليب تزرع الأزولة في أحواض مائية بعمق 20 سنتيمتر كأقصى حد عند زراعتك لعشرة كيلو ستجمع 60 كل ثماني أيام دائما أترك عشرة كيلو فالحوض لتجد 60 فالثمانية الأيام القادمة وهكذا إلى الأبد قم بتغطية الحوض في ليالي الشتاء بغطاء بلاستيكي حتى لا يتعطل نموها ليس ضروريا زرعها في بيوت مكيفة لا يتطلب مشروع الأزولا سوى حوض صغير وغبار وتراب وماء وعازل بلاستيكي أي برأس مال قد لا يتجاوز المائتي دينار تونسية بعد حفر الحوض وملئه بالماء تضع فيه الغبار والتراب إلى أن يصبح لونه بني لتتغذى عليه الأزولا يتم علف الأزولا للأغنام والدجاج والأبقار والخيل والأسماك تقوم بخلط خمسين بالمئة أزولا وخمسين بالمئة من الأعلاف الأخرى